السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الله ومساءكم مشاهدين الكريم أهلا بكم إلى 90 دقيقة أخبار الرابعة مباشرة من السوديوهات تليفزيون النهار في الجزائر كالعادة نرصد لكم مجمل الأخبار الوطنية والدولية أخبرنا الوطنية التي تتلخص في قطاعية تربية التعليم العالي والتجارة سنحاول التركيز على ثلاث قطاعات هذه وهو كذلك اطلالة اقتصادية وثقافية ورياضية بداية إذن مع أحوال التقص المرتقبة خلال الساعات القادمة حيث تعرف درجات الحرارة القصوى تراجعا ملحوظا على أغلب المدن الشمالية للوطن هذا ما أحسه المواطنون حتى مناطق الجنوبية كذلك هذا إلى غاية يوم الجمعة القادم بحول الله لكن نسبة الرطوبة ستبقى مرتفعة نوعا ما تتراوح ما بين 60 إلى غاية 80% بالنسبة لتوقعات تقص كما نلاحظ لصبيحة الغد الاثنين الأجواء تبقى من صافية إلى مغشة جزئيا بالمدن الشمالية وحتى الجنوبية للوطن درجات الحرارة الدنيا المسجلة لصبيحة الغد الاثنين ستتراوح ما بين 18 إلى 23 درجة مئوية بالشمال وما بين 23 إلى 30 درجة مئوية بالجنوب نمر الآن إلى توقعات تقص لظاهرة الغد تبقى دائما الأجواء من صافية إلى مغشات جزئيا على أغلب السواحل الوطنية غير أن الأبطار الرعدية ستخص المرتفعات الداخلية للوطن الوسطى الغربية والشرقية كما نلاحظ بالجنوب الأجواء ستكون من صافية إلى مغشات جزئيا مع احتمال تساقط بعض الأبطار الرعدية على مرتفعات الهجار والتاصلي هذه الوضعية الجوية ترفقها درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 30 حتى 37 درجة بالشمال وما بين 34 درجة إلى 45 درجة مئوية بالجنوب